الضفة الغربية المحتلة في فلسطين بالتحديد مدينة نابلس ينضمنها عبر المباشر الزميل سامر خويرة صباح النور شكرا على قبول الدعوة صباح الخيرات لك وصباح الخير لأهلنا في سونس الخضراء وشكرا لكم مرة الثالثة ورابعة وعاشرة على الاهتمام وطغطية دائمة للأحداث التي تجري في فلسطين العفو أنتم أشقائنا وأخوتنا ومحنتكم هي محنتنا وقضيتكم هي قضيتنا لذلك نحن دائما في المتابعة ويهمنا معرفة آخر التطورات في الضفة الغربية وأيضا في قطاع غزة وما يحدث ميدانيا نبدأ بالأحداث في قطاع غزة لا شك أنه رغم كل ما يجري في الضفة الغربية المحتلة حتى يعرف المستمع الكريم التونسي فلسطين احتلت عام 48 وهي ما تسمى بإسرائيل وهناك الضفة الغربية وقطاع غزة لكن ليس هناك تواصل جغرافي بيننا وبين أهلنا في غزة هناك انقطاع للأسف أراضي إسرائيلية فبالتالي لذلك يعني يحاول الاحتلال أن يسلخ غزة عن الجسم الفلسطيني وإن شاء الله لن ينجح في ذلك بالمختصر الاحتلال موجود في المكانين في غزة يقصف يقتل يدمر وكلكم شاهدتم بالأمس ما جرى في الشاطئ وانصيرات وجبالية حتى هذه الدقيقة لم يتوقف دقيقة واحدة القصف الإسرائيلي رغم كل المجازر التي وقعت لم يتوقف حتى اللحظة هناك ارتقاء العديد من الشهداء وقصف العديد من المنازل لكن هناك بعض المعلومات أو بعض التطورات أولا اقرار الاحتلال الإسرائيلي بمقتل عشرة جنود إسرائيليين في قصف أو في ضرب لناقلة جنود إسرائيلية من قبل قتائب القسام يبدو أن الحدث وقع قبل يومين أول أمس وكانت لدينا معلومات عن إصابة مباشرة لألية عسكرية إسرائيلية لكن اليوم أقر بمقتل عشرة وهناك مقتل إثنان آخران في أحداث أخرى إذن هناك منذ بدء العملية البرية عن صح التعبير يمكن القول أن الاحتلال يعترف بإثنان عشرة قتيلا إسرائيليا من الجنود حتى اللحظة لكن على ما يبدو بحسب بيان أبو عبيدة بالأمس الذي تحدث به نحن نتحدث عن إطلاف أو إصابة 22 آلية عسكرية إسرائيلية هذا يعني أنه لو كل آلية قتل بها شخص أنت بتتحدث عمالك عن أقل 20 قتيل إسرائيلي هو سيمر لا يتحدثون بصدق عن عدد ضحاياهم ولا يقولون الحقيقة يحاولون إخفاء الخسائر سواء المادية أو البشرية على مستوى المعارك البرية التي انطلقت منذ أيام والذين شهدوا فيها خسائر كبرى وخاصة السبت ما يسمى بالسبت الأسود على الجيش الإسرائيلي الذي حاول التوغل في عمليات برية ولكنه خسر وانهزم وربما كانت الأنفاق في غزة أحدثت الفارق في العمليات البرية صحيح هذا كلامك صحيح تماما والكل يتوقع أن شدة القصف كلما كان القصف شديدا كلما كانت لدينا قناعة أن خسائر الاحتلال أكبر بكثير مما يعلنون عنه نعم إضافة طبعا هو معروف إحنا من خلال الاحتلال الإسرائيلي وتعاملنا مع الاحتلال عن قرب إحنا منعرف أنه يخفي حقيقة كثير من المعلومات ويتسطر عليها ولا ننكر أنه لديه ضبط أكبر فيما يخص تسرب المعلومات هناك أوامر عذكرية تصدر بمنع النشر فتلتزم كل وسائل الإعلام الإسرائيلية بعدم النشر قولا واحدا لا أحد ينشر يمكن ملاحظة الخسائر ويمكن ملاحظة الحالة التي يبدو عليها العدو من خلال ردود الأفعال داخل إسرائيل داخل الأراضي المحتلة في إسرائيل والاحتجاجات ومحاولة اقتحام بيت نتنياهو والمطالبة باعتقاله ومحاسبته أيضا بعض التصريحات أيضا بعض الانشققات داخل صفوف أيضا المقاتلين المرتزقة الجيش الإسرائيلي هذا الارتباك وهذا التردد وهذا الاحتقان وهذه الفوضى ربما تعكس الخسائر غير المعلنة هل تعتقد أن هذه الملاحظات في محلها أم لا؟ مئة في المئة هناك أؤكد لك أن الاحتلال يعتمد أسلوب التعتيم الإعلامي ولديها أوامر صارمة بعدم النشر وهو يسرب أو يخرج تحت مسمى سمح بالنشر عندما نقرأ نحن كصحفيين يعني نتعامل مع الإعلامي العبري والإسرائيلي نقرأ سمح بالنشر نعلم أنه كان هناك حدث وتم التكتم عليه ثم سمح بالنشر بناء على بين قوسين توصيات أمنية إسرائيلية أو تسريب معلومات المياه الصفية وضبطها فبالتالي يخرجوا بتفاصيل هم اعترفوا بعشر قتلى نحن عادة نقول أن على الأقل على الأقل الضعف أو الضعفين على الأقل هذا من التجارب التي تأكدنا منها من خلال هذا الاحتلال الإسرائيلي هناك نقطة أخرى في غزة واليوم بدأت حملت الجنسيات الغربية والأجنبية بالخروج من معبر رفح بتنفيق على ما يبدو بين مصر وحماس والأمم المتحدة حسب المعلومات التي نملكها أعطيكي رقم هي المرة الأولى سمح بخروج واحد وتمانين جريح على شرط أن لا يكونوا من حماس كما أعلن الاحتلال الإسرائيلي تخيلي فقط واحد وتمانين جريح هل هم واحد وتمانين جريح كلهم حاملين للجنسيات أخرى أم فلسطينيين مدنيين هناك منهم إضافة إلى خروج بعض الأجانب من حملة الجنسيات الأخرى المصابين من أبناء الشعب الفلسطيني بجروح بالغة الخطورة عددهم واحد وتمانين سنقلوا إلى المستشفيات المصرية وإضافة إلى ذلك هناك العشرات من حاملي جوازات السفر الأجنبية أيضا وصلوا إلى معبر رفح باستعدادا لمغادرة بطاع غزة باتجاه مصر هذا بناءًا كما ذكرت لك على تنسيق حكومة الاحتلال اشترطت حسب البيان مراجعة كافة الأسماء التي سيتم سمح لها بالعلاج في مصر والخروج من القطاع للتأكد كما قالت من عدم مشاركتهم أو انتمائهم لحماس أو فصائر المقاومة هل هناك مفاوضات جديدة أم هناك قرارات جديدة فيما يتعلق بعدد الشاحنات التي تدخل معبر رفح لتقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة؟ للأسف الشديد ليس هناك تطور في عدد هذه المركبات أعتقد هي تعد كما يقولون على أصابع اليد الواحدة أو اليدين الاثنتين يعني عددهم قليل جدا جدا إذا ما قارنا ذلك بالشاحنات التي كانت تدخل بالأيام العادية وعددها كان بالمئات يوميا إحنا منعرف أنه قطاع غزة محاصر إحنا منعرف أنه الوضع الإنساني بالغ الصعوبة والتعقيد وإحنا منعرف أنه ما فيه صناعة وما فيه تجارة فبالتالي هم يعتمدوا اعتماد شبه كلي على الاستيراد من مصر لكن الاحتلال الإسرائيلي بهالمرة منعهم حتى من دخول الشاحنات التي تحمل أدوية وعددها حتى اللحظة قليل جدا الآن هناك خبر عاجل هناك خبر عاجل نعم كتائب القسام قالت أنه القصف الذي وقع أمس في جباليا أثار عن مقتل سبعة من المدنيين الإسرائيليين في غزة سبعة آخرين في غزة طيب أردت أن أتثبت من معلومة طلعت عليها أمس ولكن ما مدى صحتها لا أعلم إن كانت صحيحة أم لا ربما تملكون المعلومة من خلال الإعلام العبري والإعلام المحالي الفلسطيني هل صحيح أن المقاتلين في صفوف الجيش جيش الاحتلال يحملون رقاقات لتثبع أثارهم وأين يوجدون وهل صحيح أن المقاومة قامت بنزع هذه الرقاقات وتم تجميعها في مكان ما تم قصفه في محاولة لاستهداف قتل الأسرة لكي لا تكون ورقة ضغط على الترف الصهيوني ما مدى صحت هذه المعلومات أولا هذا الكلام يبدو صحيح إن الاحتلال بعد عمليات الخطف التي بتعرض لها جنوده هو يتتبعهم بطرق مختلفة قيل إن بعض هذه الطرق وزر شرائح صغيرة جدا على أجساد هؤلاء وهذا الأمر لا يستبعد فحماس حتى تتجاوز هذا الأمر كانت تعمل على الوصول إلى هذه الشريحة وبطريقة معينة يتم نزعها لأنه فعلا ممكن تتبع هذا الموضوع وطرف الصهيوني كان يتتبع الأثار وأين يتم نقلهم وما يسمى بالجي بيس لدينا هنا في تونس وتم تحديد موقعهم وقصفهم هي زميلتي أقول لك يا جملة مهمة هي معركة عقول وصراع أدمها أكثر منه أي شيء آخر حماس تعلم تماما كيف يفكر باحتلال وتجد بين القوسين كل الوسائل لتجاوز ما يفعله الاحتلال الإسرائيلي والاحتلال حقيقة أيضا لديه إن صح التعبير بعض الإجراءات التي يحاول بها أن يصل إلى حماس بطرق مختلفة إحنا أمام معضلة أمام صراع أدمها وحقيقة في كل مرة تتفوق المقاومة الفلسطينية بشكل كبير بالنسبة لهذا الموضوع أترك لك كلامة الختام زميلي وماذا تقول لنا كتونسيين نحن معكم على الحلو على المر ونحن نساندكم مساندة مطلقة في قضيتكم ولو كان بأيدينا أن نفعل أكثر لفعلنا والله حقيقة الوضع يعني ما تنقل الكاميرات وما تنقل الفرائيات هو أعتقد واحد بمئة بالألف فقط يعني هذه لقطة كادر لا تنقل شيء من الحقيقة التي تجري هناك مسبحة بكل ما تحمل الكلمة من معنى في القرن الواحد والأشرين مسبحة حقيقية ولا أعتقد أن الاحتلال الإسرائيلي بين القوسين تيوقف هذه المجزرة قريبا كنت أتوقع أنا شخصيا أن الاحتلال ممكن يخضع لصفقة أو ما شابه لكن واضح أن هذه الأمور تتصاعد بشكل مرعب والاحتلال طالما كان هناك صمت أو مؤامرة أمريكية وأوروبية واضحة وصمت عربي مطبق يعني للأسف أستطيع أن أقول عنه أقل ما يقال أنه مخزي وطواطئ وكل هذه الجيوش العربية لا تفعل شيء وهي تشاهد ما يجري إلى أبناء شعبنا أعتقد أن الأمور قد تصل إلى أسوأ من ذلك نحن بحاجة إلى أكثر من مجرد نسيرة ولا أكثر من مجرد فعالية ولا أكثر من مجرد يعني عفوا تشيلي وبوليفيا ودولة ثالثة كولومبيا سحب السفراء يعني تخيلي مصر والأردن لا تفعل ذلك تخيلي المغرب لا تفعل ذلك أقل القليل كما يقولون أقل القليل أن تقدم على هذه الخطوة بالتالي إحنا حقيقة أمام معضلة كبيرة وموافقة على ما يبدو لأنه طالما انتصرت المقاومة فعروش كثير من الأنظمة العربية تتنهر فهم حفاظا على هذه العروش يمكن أن يضحوا بالشعب الفلسطيني كله الله ينصر الشعب الفلسطيني والله ينصر المقاومة شكرا لك زميلي سامر خويرة من مدينة نابلس من الضفاء الغربية المحتلة